السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من صارح جدا موضوع الآنين هاليوم يحيكون نحاول ثقافة التبرع بالدم كما نشوف أغلب المستشفيات راه يتعاني من نوقص حاد في المتبرعين وبهذا نزلنا الشرع مش نسألوا المواطنين إذا هم عندهم ثقافة التبرع بالدم وكم من ما يتبرعوا في العام مطوش عليكم تبعوا معنا اشتركوا في القناة نشوف جزائريين عندهم ثقافة التبرع بالدم على أن نشوفوا في الفترة الصيفية كان نقص كبير في المتبرعين مع الأسف الشديد ما عندناش ثقافة على التبرع نور مرمو برنسبة عمل إيماني جاء العمل الإنساني بيجون يعني ما كلا يحضروا هكذا أوتوماتيك ما يروح يلقى كاشكاميو تعد الدم ولا يلحلو بيطال ولا يتبرع من هذا صحيحين من هذا كي عوقي رح يخلف اللي والدم هذا في 24 عام يخلف اللي والدم برع بالدم حجة مليحة عنده أجر الزبزب عظيم عظيم عند ربي سبحانه ولي عندو كمقلك صحة مليحة ولبس بيه مدى بيه مدى بيه روح يتبرع أكيك مقلك يحيي عبدكي شغل حيا أمه بحالها ما أعرف تبرع أنت بالدم؟ قبل كنت في الجزائر تبرع بالدم لي عندي يقولوا حني لقعد عشر سنين ما تبرعتش ما نعرف يعني ما تبرعتش ما شي هي شو تقافة تبرع ما عندهمش يخافوا الله غير يخافوا يقول لكم على باليش شكها كين شو كين لي خاف تشكها حد داتا يخاف هذه اللطيكيو وكين لي شغل يخاف يقول لكم إنه حي المراد وقالها شك يتكون فيها المطيك شغل ما عندهمش هذيك تقافة بيه روح طبيب كين يتمنى كل شي مقعيم يتبرعوا يا مما ملك خطرة كل ثلاث شوار أنا مالفو أن تبرعها كايش وانتي قناعة الأصحابيها كايجو يتبرعوا مليحة وما أمكان هذوك الصعفة إحتى الليك لازم يتبرعوا بيهم أنا في حياتي يتبرع سواء في الصيف سواء في الشتاء فامتني أخويا وكينة كينة تبرع بالدم وإنما كينة حاجة ناقصة هنا عندنا في جزائر الأماكن اللي يديروا فيها باش الناس تروح لهم تبرع بالدم كايلي ديفوا كينة حاب يتبرع بالدم يلقع شوين يروح والله وين كذا منه بس في السبيطار كيروح تبرع مع البلوش المظمونة هذي الدم وراح يروح والله لا لا بلأ حتى حاجة تبرع ما قلتش نقول لك بلأ وكانوا يقولوا لي كل تولي تبرعوا من تبرع بس كاربعو شوين ساعة يخلف الدم هذا ومنها هذيك تكشف مرتكش باعش حكسها كارش أنا شامي قلت لك من كدب شعلار بي شامي بصاحب دفن كون مريضة دفن يقول لي مولي بيتي مريضة مشي صحيحة ما يقول لي متبرع عايش بصاحهم ولي يتبرع تبرع بالدم لازم الناس يتبرع بالدم بلوميار مو صحتهم هذي أولا ثانيا الناس بزاف محتاجين دم سبيطارات توقعهم ساكن مراد وفالا صرتوا في الصيف هذا الوقت ينقوا شوية تبرع يسكعلاش الناس اللاتين بالصيف ثلاثين بالدحوة ثلاثين بالأخر منسوا شوية الناس اللي راهم مراد وفالا اللي راهم بري محتاجين نور مرمو ما ينسوا همش أخي ذوك إنسان اللي تمتع بصحة جيدة لازم يتبرع بالدم باش كين خوتنا راهم محتاجين بزاف لهاد الأمور والإنسان حاجة اللولى بينو الخير معارض بي سبحانو حاجة تانية يدير في بالو بالك هو إلا سبب بسح يدير في بالو كي تبرع بالدم بالك راح ينقض حياة مريض آخر لك يا أخويا أنا كنت تبرع كي ما يقولوا كي يحتاجوا يديروا الإعلانات هذو كنا راح أنا مات بس حلو ممو تعدو كما نقدس ما فاشكر الله شتاعد ما يسمح ليش ما غالب ربي يعلم وأنا الحاجة كي ما هدي الإنسان اللي عنده ما دي به ما يسناش واحد بي لك ويحتاج شي هذا علش نخليه يموت أنا عندي فايل وش ندير به نعين به الاخر يعيش وعندي ربي سبحانه وما عندي ما نقولك نعم نعم مرتين في السنة تقريب أنا من منطقة أذرار ووجدت منطقة التي تبرع بالدم لن أستغني عن فعل ذلك ويا أنا خاطرتين في حياتي ناس جماعة أحبابي أنا وصحابي سحقوا الدم تبرعتهم يعني ما نكذبش إليك هكذا ما رحش يعني من رأسي تبرعتهم بالدم كي تدقوا مع هذوك الديفودي رودي كام يوم منها هكذا تبرع بالدم وعلى شلال لوحد كي يكون صحيح لاش ما يتبرعش منها قلت لك أنت صح توم أنها هو واحد دماري لو يستفيد حقق إن فوت جيت أنت تبرع بالدم قالوا لي أنت ما مالزمش لأخوة بس حجبتلهم فهمنا جبتلهم الناس اللي يتبرعوا بالدم سواء ثمة سواء الناس عندنا مشكلة مثلا واحد يجي عنده مشكلة عنده مريض في الوقت اللي قبل ما كانش منظمة كانت عفوية يعني كان الناس يجي واحد مريض وكما يحتاج دم جمع يجي ومساجد دي لمو جمع يروحوا نعم المساجد يروحوا برع بالدم مليحة يعودوا للغلوبيل يعودوا يخرجوا واحد أخرين مني يقول لك لا لا أنا رح ندير حجامة حجامة كشغلت صح مليحة وصحت برع بالدم مليحة كتر كشغل رك منها تنفع روح وكنتنفع يبدو أخاني وزيت شغل دوكاف السيفر ناقصهم ومممو يفهموا وروحهم يروحوا يتبرعوا هذي الأوينة الأخيرة بركدي شوية ما كاشر هذو الكاميوات يكون دوكا كاين دوكا كاين دوكا كاين تبرع الشخطرة ثلاثة نور معي صح كاين في المستشفائيات كيف في المستشفائيات اي وقت اي شوية يعني فيكو عجل المربوط وعندو الأخو شوية جيك سعيب شوية مشي كي ما تلقى اي كاميو دوكا وطوماكي موترا نورمال أخويا لازيز إنسان ما يقدبش على رأسان احنا يوم أنا جام يتبرع سنتما ينزل يقول حقيقة وبالك هذي هي السبا اللي بالك إن شاء الله نديرها في رأسان اح لازم كاين مستشفائيات مفتوحة يقدر واحد يروح يتبرع بلا ما يكون واحد عندو يسحق الدم صح كاينة كاينة أخويا كاينة وهذي ترجع للإنسان وكاينة يروح يتبرع كاينة كل عام يروح يدير ينحي كمية من جسمه ويباش يتبرع بها في السنة أتبرع مراتين يعني هذي يعني بستفارس مية في العام أتبرع مراتين جدا أعرف أنتبرع بساعة مش يدير بروغرام بساعة نحدد شاك شهرين ولا ديفوها كده أنا برسونال مو جامي يتبرع تبدي أنا أخاف أن نحي الدم أخاف لماشا لش تخاف وش تخاف أخاف ومعادة جبالك الماتريال موش من ديرين ومليح بالكشمت هزي مرض تجي تدير خير أو يلك شر هاكا كل الكاد من عندك يطحوا لي ديزانون فيسبوك وكلات يكناع يطلهم يقولهم ويراكم ويراكم ويقولوا لي أنا بديمسوس ونطلع رح ونتبرع نعود نجي عادي يكون زيما الزمرا مش ديالي زيما نعرف لي وحد صاحبي زيما عنده قوزيتف ما يطرف تليفون قالوا يقول لغا رب نسحة أو لغا يطلعوا يجب على كل مواطن بحقيقة له القدرة الصحية على أن يتبر عزم بيتبر لأنه يعتبر عمل خيري قبل كل شيء ولك أجر عند الله في هذا ترجمة نانسي قنقر